السلام عليكم. ده هيكون فيديو واقع متناشرة في سليف فيديوهات آآ شرح كورس. طيب مكملين في الكلام بتاعنا النهضة هنتكلم برضك عن طيب ايه هي طيب او لو انا عايز اشتري ايه. ممكن يكون ممكن يكون كده زي ممكن يكون آآ ماشين تحطاه عندك تبتدي تسحب لك وممكن يكون هو موجود على الكلاود عند وتبتدي تديك يعني علىه وتبتدي بتاعتك كلها تطلع على الكلاود. كل حاجة لها موزعيات تلاقي عيوبها. طبعا الهاردوير ابلاينس آآ آآ يعني ما شفتش حد كتير بيشتري الفورتي انارايزر آآ هاردوير ابلاينس عشان انت من آخر آآ زي ما قلنا ان حتة او الهاردوير بيبقى فيه ورنتي او بيبقى فيه آآ صبورت على البوكس نفسه. طبعا الكولنج حاجات كتير. فيعني الناس في الفورتي انرايزر في الفورتي مانجر في الفورتي سيم في الحاجات دي التبع على الموضوع ده خالص وتخليه في امايا. عشان يدوب كل اللي محتاجة ده تجدد لاينس في ما حصل فيها مشكلة انه جاي عطول مساحة ويبلاينس يفتح تاني. فبرضك ده بالنسبة للهاردوير ابلاينس. الفيرشول ماشين طبعا يعني هي الافضل الفيرشول ماشين عندك تفيد ان انت تعمل على كل حاجة زي ما انت عايز. الفورتي انلايزر كلاود حلو وجميل وزي الفول الحاجة مش عندك الحاجة على الانترنت. آآ فبالتالي آآ لو البنوك او الكلام طبعا بيبقى عندهم بالزاد في مص مش هتكرم عن مص برضك لان آآ عندنا البنك المركزي او آآ يعني عمل على البلوك عمل مسلا على الوزارات ما ينفعش يطلع كلاود فبالتالي ما ينفعش تحط اللوج بتاعتك على كلاود بلاس كمان انت بتعوز دايما شغال لان اللوج زي دايما بطلع على كلاود فعايز محترم يكون شغال فده الفئة بينهم ببساطة يعني. طيب آآ الهاردو ابلاينس الموديل اند عندي اكتر من موديل. عندي موديل اسمه آآ فوتر مية وخمسين جيجا او تلتمائة جيجا او آآ تمنمائة جيجا. آآ يعني مش جيجا بس جي. آآ سوري مش جيجا جي. طيب آآ اه اللي هو عدد الجيجات او عدد الجيج اللي بيتدي يسحبها بردي. دي اهم حاجة بنكز عليها. تمام? يعني آآ آآ انت هتلم كم جيجا او كم جيجا في اليوم الواحد. فالمية وخمسين ده اخر مية آآ خمسة وعشرين. ده مية ده متين. تمام? آآ فده كل واحدة اللي ينبقى دي. فانت بالتالي بتعرف ان الفوتي جيت بتاعك او كل الفوتي آآ آآ برودكت اللي موجودة عندك بتبعت كم جيجا في اليوم. وبالتالي تشوف هي كم جيجا وبالتالي تشتري او تعمل بتاعك على حسب ده او تشتري البوكس بتاعك على حسب الموضوع ده. برضك في حتة الماكسيم او او في دوم. يعني خلينا نتكلم عليهم قدام عشان نفهم ايه? بس اعرف اللي احنا عشان نبتدي نجيب البوكس بتاعنا او الابلاينس او البي اماية لازم عدد الجيجات بري دي البي دم والإي دم الجيجات بري دي خلاص عرفنا اللوجز اللي بتطلع من الجهزة بتاعتك بري دي قدي البي دم والفي دم خلينا نتكلم عليهم في وقتهم في الفيديو بتاعهم طيب عند برضك اللي هو 800 و 10 عنده 1000F عنده 3000G زي ما قلنا برضك بيختلفه بس في اللي هي عدد الجيجات اللي بيلموها والمكسيم يدوم طيب عنده برضك اللي هو 3000G الـ 3000F 700F الـ 4500 طبعا ده بيلم 20 تيرا طبعا ده 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 السنتر الكبير والحاجات دي طيب في موضوع الVM برضك عنده اكتر من VM ماية عنده اللي هي الVM ماية جيجا وين دي ودي اللي احنا شغلنا عليها اللي هي الطايل ودي بيجمع لك وان جيجا بردي بس عندك اللي هي خمسة جيجا وعندك الخمسة وعشرين وعندك المية وعندك الخمسمية وعندك الالفين دول المتاحين طيب ده السي بيوه الستاشر والحاجات دي بيقول لك لو انت عايز آآ الليمتد آآ جيجا بردي يعني لو انت عايز عدد بقى الليمتد يعني مش عايز متين او مية جيجا بردي ممكن تخليه في وضع ويحفظ ده هنتكلم عليه برضك في الفيديو بتاعه وبعدين وهبتدي لنا منشلك الحتة دي فانت بيقول لك والله اختار فيه ما اللي انت عايز على حسب اللي عندك لو عايز آآ الليمتد والله خلي الطيب او خلي الفوتو نايزا بتاعك اشتغل مش اناليزا مود وهنعرف الفرق بتاعهم فاحنا في الاخر احنا شغالينا على وان جيجا بردي طيب الصايزنج ازاي عمل صايزنج البستوي بستوي لصايزنج اللي انت بتعمل تبلويمنت او بتعمل بيو سي لفوتو اناليزا يعني ايه عميل عايز آآ بيقول لك والله تعال عملي صايزنج اقول له يا بشا واعمل صايزنج ليه انا وهحط لك فوتو اناليزا عندك تمام؟ الفوتواناليزر ده يبتدي يسحب لوجة تمام؟ وهو بالتالي هيقولي انا سحبت لوجة دي في اليوم فلو قال لي مثلا في اليوم انا سحبت مثلا خمسة جيجا تمام اخليهم مثلا عشر يبقى انا عايز المال اللي بتشيل عشر وهكذا فبما ان الفوتواناليزر سنة هو بتاعته فري سنة بس كل اللي محتاجه لنا اعمل بيو سي بيو سي يعني بروف وف كونسيبت الناس بتوع الانتجريشن اللي بتركب عافين كلمة بيو سي وعافين يدامه وعافين الحاجات دي دروفو في الكنسب باجيب لي الفورتي انليزر بدكيبه عنده باجيب ليبقيدي الفورتي انليزر يسحب لوج فورتي انليزر بيكتب لي بيقول لي والله هنالناه ده سابعة جيجا هناله ده سحبت عشرة جيجا ابتدي لانه دابه في اتنين او دابه في تلاتة على حسب ما انا عايز تمام وبين نه كده عملت فسايزنج مس ازاي فورتي جيت فورتي جيت لو كنت افاكين في ٍصايزنج لا انا عايز بقى عندي واندي味زرينه واندي صيفات وده لقى خطوط الانترنت وخطوط البي اين حوارات كتير قوي عشان عملت سايزنج. ده الموضوع اسهل اسهل من كده بكتير. اعمل بيو سي حط بتاعك. نزله من نزل البي ام ما يعمل لها خليها تجاب تربط بفورتي جيت او تربط بكل اللي موجودة عند العميل. شوف الفورتي هيسحب كام جيجابرد دي. بالتالي تقدر اللي انت تشتري البي ام بناء عليه او تشتري البوكس بناء عليه. فموضوع هو موضوع سهل جدا. تمام? ده فيه طريقة تانية اه ممكن تخش على اللينك ده هتلاقي بقى ايه بتاعه مش عايفية وحوارات كتير قوي. انا بقول لك مش محتاج كل ده خالص. بطريقة بسيطة جدا. اعمل بيو سي اريد اطلع بالسايزنج. فورتي جيت نفسه يقول لك انا بعته ايه. فورتي انا نفسه يقول لك انا استقبلت ايه. وبالتالي اضابة في اتنين او اضابة في تلاتة على حسب ما انت عايز على حسب اللي هي بتاع النتوك بتاعتك وهكزا. بس لو حد محتاج اي حاجة ممكن توصل معي من خلال اي لينك من لينك ده. السلام عليكم ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.